اهلا بكم من جديد شباب تنسيقية الاحزاب والشباب في البرلمان عموما مارسل حزب التجمع عنده كم عضو سبع؟ ستة ستة وانتي سبع؟ لا انا ستة انا ستة طيب ايه اجندتكو؟ يعني دخلين باجندة شكرا حزب التجمع اعلن برنامج برنامج الانتخابي انتي عارفة طبعا ان الثقافة والاستنارة دي من اولويات الحزب دايما هنشتغل فيها هنشتغل على ملفات التعليم الصحة يعني عاملين كل الملفات حطين فيها مجموعة من التشعاد اللي هنشتغل عليها يعني على سبيل المثال مثلا انا فيه مقترح كنت اتقدمت بيه ان قنوة طفل محتاجة تحط فيه شوية مواد عشان خاطر الاسر تكون راضع للاطفال اللي بيرتكبوا جرائم لان احنا شاهدنا الفترة اللي فاتت ان فيه جرائم بتحصل وفي حالة استياءة مجتمعي طب الاسرة ذات نفسها مفيش حاجة في القانون بتقول ان الاسرة اللي اهملت في تربيت ولادها او تدفع غرامة تعقب باي شكل من الاشكال ده مش موجود مثلا في قانوة طفل التعليم فيه تحول رقمي فلازم تكون المدرسين ذات نفسهم جزء من الاستراتيجية اللي هتمتد لعشرين خمسين نستخدم الادوات الحديثة يتأهلوا ليها وده محتاج تشريع؟ اه طبعا وده حصل اراد دلوقت لا يعني فيه دراسات وابحث قالت ان شكل التعليم اصلا هيختلف من سنة عشرين ثلاثين وعشرين خمسين عن اللي احنا شايفينه دلوقتي هتطور اكثر فلازم يكونوا على استعداد ومواكبين للتطور لازم نمحي امية الناس تكنولوجيا يعني محو الامية ده ما انت عايز تتحول لازم تعمل محو الامية رقمية الناس ما تعرفش تتعامل مع الادوات الحديثة يعني ده كله على خطة بتاعة الاجندة بتاعتنا دي حاجة تاني حاجة بقى انا مشغلتش لوحدي انا عندي جوه الحزب لجان وجوه التنسئية هناك لجان انا لسان حالهم لما بكون عايز استفسر عن حاجة عندي متخصصين في الموضوع يفهموني لو انا مش فهمة لان ما فيش حد بيفهم كل حد طبعا فهرجأ لبيوت الخبرة اللي معايا في الحزب واللي معايا في التنسئية عشان اكون صورة عن الموضوع اللي انا هتكلم فيه مش هتكلم ارتجالا اصلا الموضوع مش موضوع كلامه بس نلجأ لبيوت الخبرة نقرأ دراساته لبحاس اللي موجودة اذا كان فيه مجالس قومية معنية بالشأن اللي احنا بنتكلم فيه نرجع لها ونشوف المخرجات اللي طلع منهم وبعدين نتكلم ما ينفعش اقول انا هعمل كذا لا انا مش هعمل كذا اجلما اشوف ايه اللي اتعامل اصلا محمد ايه اول سؤال مو عايز اسأله لأي وزير من الوزراء يعني اول سؤال يهمني اسأل وزير التربية والتعليم فيما يتعلق به خطة الوزارة للارتقاء بالتعليم الفني ليصبح مرتبط بسوق العمل وشايف ان ده ملف من الملفات الهامة جدا اللي لازم يبقى فيه تصور هام حواليه كمان فيه فيه طلب احاطة في دماغي انا حتى كنت قاعد بشتغل عليه في المتعلق بوزيرتي الصحة خدمة الاسعاف المدة الزمنية اللي بتصل فيها الاسعاف لأي مواطن مدة طويلة جدا ودي طلب احاطة بحاجة لا احاطة الوزير علما بانه المدة طويلة ولازم يبقى فيه خطة نشوف ايه الامكانيات اللي نقصة حتى لو الموضوع ده محتاج ان احنا مثلا نبقى فيه موارد زيادة من الموازنة فنشوف كيفية تدبرها من نقل باب لباب او غيره يعني نشوف الكلام ده ازاي يدرك في خطة الحكومة لتطوير مرفق الاسعاف شايف دول من ابرز الحاجات اللي مهتم بيها انا مهتم كمان بطلب منقشة لسياسات الحكومة كلها ده معالي رئيس الوزراء حوالين ملف النمو السكاني فيه معدل ارتفاع كبير جدا فيه معدل النمو ونفسه بيزيد بشكل مضطرد والخطة دي لازم تشمل الوزارة كلها يعني ما تشملش وزارة الصحة والسكان بس لانه الملف ده مش تنظيم الاسرة بس الملف ده داخل فيه التربية والتعليم مثلا رفع معدل الوعي داخل فيه الثقافة داخل فيه التضامن الاجتماعي فلازم يبقى خطة مشتركة من الحكومة ككل حوالين مقاومة النمو السكاني بالشكل كبير كمان فيه طلب احاطة لي او لا ده طلب منقشة لوزارة التضامن الاجتماعي عن خطة الوزارة لمزيد من ادماج المجتمع المدني او انه يبقى له دور مهم في خطة التنمية بشكل كبير لازم نسمع الوزارة ايه تصورها لانه المجتمع المدني خاصة مع قانون الجامعات الاهلية وصدور الليحية والتنفيذية ازاي بقى ان ننطلق فيه اتجاه انه يبقى فيه دور كبير للمجتمع المدني في خطة التنمية اللي احنا شغالين عليه طارق اول حاجة هتحصل ان الحكومة هتقدم خطتها وبرنامجها ممكن الحكومة تتغير رئيسي غيرها او ما تتغيرش في النهاية الحكومة هتقدم برنامجها ايه اللي انت هتبص عليه في برنامج الحكومة كي يتمنحها ثقتك يعني بطبيعة ان انا على مدار الخمس سنين اللي فاتوا كنت اعودوا في لجنة العلاقات الخارجية فدايما السياسة الخارجية اللي بركز عليها في برنامج الحكومة بشكل كبير اضافة لده ما هو مرتبط بيها سواء كان الجانب المتعلق بحقوق الانسان او الجانب المتعلق بيه الجانب الاعلامي لان ده كله اللي انعكسات على سياستنا الخارجية انا مهموم قوي بان احنا لسه محتاجين نعمل منصة تخاطب منصة اعلامية تخاطب الاقليم وتخاطب دولية نحنا الغاية دلاتي معامل نجرة صحيح وبالتالي من اول اهتماماتي ان احنا استخدم ادواتي الرقابية فيما يتعلق بوزير الاعلام في منقشة هذه المسألة الامر الاخر متعلق طبعا ببرده الجانب متعلق بالسياسة الخارجية متعلق بشؤون المصريين في الخارج لسه ما قدرناش نستفيد من تكتلات المصريين في الخارج سياسيا لان الحقيقة دول صفراء لنا كدولة في الخارج فيه جهود بتتعامل بس انا بعتقد ان احنا لسه قدامنا كتير ممكن نعمله عشان نستفيد من صناعة جامعات ضغط للمصريين في الخارج ونقدر نستفيد من قدرته طبعا التفاعل مع طبعا مسألة الدبلوماسية البرلمانية هسألك عليها لانه مثلا لما حصل بيان البرلمان الاوروبي البرلمان المصري بشقايه بغرفتيه قدم بيانات هل انت شايف ان ده كفاية ولا كان المفروض يمكن لو كان فيه برلمان فعلا يعني شغال او انتوا كنتوا موجودين يكون فيه زيارات تروحوا تشرحوا تتكلموا يكون لقوا علاقات مع برلمانين اخرين احنا لازم نقوم بكل السبل لازم نقوم بمجهود اكبر بكتير من اللي حصل دلوقتي انه ما نوصلش لمرحلة ان يخرب بيان بهذا الشكل من البرلمان الاوروبي طبعا ده اللي خرج هو لا يمكن وصفه بانه قرار لانه غير ملزم للدول العضاء نفسها في البرلمان الاوروبي ولكن احنا ده برضو في النهاية الوساط السياسي ما في اوروبا وفي الداخل الاوروبي احنا مش عايزين نوصل لهذه المرحلة وبالتالي تجنب الوصول لهذه المرحلة ان احنا من سيبش وجهة نظر واحدة موجودة طول الوقت بتتكلم مع الناس دي لازم نكون موجودين بقوة احنا كان عندنا زيارات بالفعل البرلمان الاوروبي على مدار الخامس سنوات اللي فاتت بس ما كانتش زيارات بالعدد المطلوب انا بعتقد احنا محتاجين زيارات اكبر لانه الحديث مع الاوروبيين بشكل صريح فيه قضايا متعلقة بالاقليم وبالتحديات اللي موجودة حديث بيجيب نتيجة وبالتالي احنا مهم ان احنا نقوم بالدور ده على اكمل وجه لما بفتكر حتى في احدى الجلسات لما اتكلمنا معاهم قلنا لهم انتو كنتوا فين لما الاخوان حرقوا الكنائس سبعين كنيسة بعد تلاتين يونيو كنتوا فين لما تحاصر مدينة الانتاج الاعلامي فبالتالي ده في خطاب مع الاوروبيين ده بيخلي انه اه يقتنع انه ليه انا بتكلم عن حوال الانسان في مواصل والامريكان ده الوقت ده صحيح الكونجرس الامريكي محتاج شغل كمان كلمة اخيرة بقى مارسل يعني كلمة اخيرة للناس اللي انتخابتك انا هحاول ان انا تكون صوتهم على قد مقدر يعني بس ما حدش بينجح لوحده انا دايما كنت في كل المؤتمرات الانتخابية بقول للناس امشوا الخطوة واحنا هنمشي جانبيكم مفيش حد بيمشي لوحده واللي يمشي من غير ما الناس في تكون في دهره كتف في كتف في القضايا اللي هو شغال فيها مش هينجح فاتمنى ان هم يقفوا معنا يعرفوا ان احنا لسه نواب جديد قدامنا يعني 3-14 كده عبالما نفهم البرلمان اللي هو كبير الدولة ده مرعب مرعب من جوه فهناخد وقت عبالما نقدر نستخدم ادواتنا الرقبية 100% واتمنى برضو ان لو في حد عنده طلب باي حاجة ما يترددش ويبعد طيب محمد انا الرأي ان زي ما قالتار تجربة الشباب امام تحدي كبير احنا كنا طول الوقت جيلنا كان بيتكلم عن اهمية تمكين الشباب واهمية تمكين المرأة وده كلام استخدمناه في شكل نظري الان في فرصة تاريخية انه المرأة 25% من المجلس النواب والشباب موجودين باكبر عدد في تاريخ مجلس النواب ده تحدي امام المرأة والشباب نتمنى ان شاء الله ان احنا على مدار الخمس سنين اللي جاية ننجح هذا التحدي بحيث ان ده يبقى السائد دائما انه هناك دور مهم جدا للشباب حتى لو كان ناس تانية بعدين لكن مهم جدا انه هذه التجربة تنجح وانه النواب الشباب يؤدوا اداء جيد يليق باللي احنا طلبناه بتنكين الشباب طارق وانت نائب يعني خلاص بقتك مخضرة بدي تاني دورة يعني بس عايز اقول انه احنا ان شاء الله مش هنخزل الناس وان شاء الله هنقدم تجربة معتبرة احنا التلاتة من احياء شعبية وبالتالي احنا قريبين من هموم الناس ومن مشاكلهم وبالتالي احنا هنستخدم كل ما نستطيع من ادوات داخل البرلمان ان احنا نخفف على الناس الاعباء اللي موجودة عليهم ونكون صوتهم داخل البرلمان وبإذن الله مش هنخزلهم ونقدم تجربة متميزة باشكركم شكرا جزيلا هنتقابل تاني ان شاء الله يعني يسيبكم كده صهرين تلاتة وبعدين الدنيا تسرم وبعدين اجيبكم بقى تانية شوف عملتوا ايه ولا ما عملتوش ايه ونشوفوا اتمنى لكم كل توفيق باشكركم شكرا جزيلا باشكركم عزيز المشاهدين دي كانت حلقتنا النهاردة نتقابل بكرة بإذن الله وهذه لميس الحديدية تحييكم اصباح ونحن